شكراً لكم والسلام على محمد وآله وصحبه أما بعد أيها الأحبة الكرام ما زال الحديث متواصلاً عن أرض الحرام إن الله تبارك وتعالى جاء على مكة ووضعها وشرع زيارتها فرضاً واستحباباً لأجل العبادة والتوبة والحج والذكر وأعمال الخير وأعمال الآخرة يقول ابن الضياء المكي عن مكة إنه بلد عبادة لا بلد رفاها وبلد اجتهاد لا بلد راحة وبلد ذكر وحضور لا بلد غفلة وساه فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع وقاته بمكة فإن العبرة ليس أن تكون موجوداً فيها وإن العبرة إنما العبرة أن تستغل وجودك فيها بالأعمال الصالحة وبأعمال الآخرة فهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس أي وضع له من العبادة فإن بغي أن لا يقصده القاصد فيضيع الأوقات في الكسل فإن الله تبارك وتعالى حرم الصيد على المحرم وذلك لأن متبع الصيد يغفل كما قال صلى الله عليه وسلم من يتبع الصيد غفل فأراد أن لا تحصل الغفل المحرم باتباع الصيد وذلك ليكون مشتغلاً بالعبادة طيلة حرامه وطيلة وجوده أيضاً بالحرم وبمكة فلا يبغي للمؤمن أن يكون غافلاً وأن يكون ساهياً يضيع أوقاته في الطواف بين الأسواق في الشوالع وفي العشرة والسهر والسمر مع الأصحاب في غير ذكر ولا مجالس القرآن من هذا البيت استمتاع المؤمن من هذا البيت بالطواف وبالصلاة وبالذكر لقد جعل الله سبحانه وتعالى في السماء بيتاً معموراً تطوف به الملائكة جعله حذاء الكعبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه في ليت المعراج رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى البيت المعمور قال ابن كثير الجزاء الجزاء من جلس العمل لأنه هو الذي وضع قواعد البيت بيت الأرض فجزاء الله تعالى بأن كان متكئاً ومسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء عند ربه سبحانه وتعالى وإنما يستفيد المؤمن من كون البيت المعمور مقابلاً أو هو حذاء بيت الله الحرام وبيته العتيق أن يتذكر حال الملائكة الطوافين بالبيت المعمور في السماء وكيف الصفاتهم فيتجنب بالتشبه بهم مواضع التنزل ومواضع العطب ومكاسب السيئات ومغاش المنكرات متشبهاً بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ويتشبه بهم في كثرة ذكرهم يسبحون الليلة والنهارة لا يفترون خصوصاً أن مقام المؤمن بأرض الله تعالى الحرام بأرض الحرم وببيت الله الحرام أيام المعدودات يحمل المرء نفسه فيها على أن يجتهد اجتهاداً بليغاً ثم إذا عاد إلى بلده يستريح فإن فرصة العمر مواتية لا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن العاقل أن يضيعها لما كانت الكابت جعلت لهذا ووضعت لهذا ضاعف الله تعالى فيها ثواب الأعمال تحفيزاً للمؤمن على الاستكثار منها فالعامل مضاعف الحسنة مضاعفة في كل مكان من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها لكن تضاعف الحسنة أكثر في مواطن مخصوصة منها في بيت الله الحرام الصلاة بمائة ألف صلاة وهذا شيء حسابه مذهل تكون الصلاة الواحدة كصلاة السنين كصلاة عشرات السنين وقال كثير من العلماء أن كل الأعمال تضاعف بمكة وليس الصلاة فقط وإنما كل ما يتقرب بالعبد إلى ربي فإنه مضاعف من صدقة وذكر وغير ذلك وقال عبد الله أنه عمر إن العمل بمكة مضاعف وإن العمل بمكة أفضل أي العمل كله ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة يقول الله تبارك وتعالى أنه جعل البيت مثابة للناس قد ذكر بعض أهل العلم أن معنى مثابة للناس لهم فيه ثواب كثير وقال تبارك وتعالى من الحجاج اللي يشهدوا منافع لهم ولشك أن أجل المنافع التي يستفيدها الناس ثم هي منافع النفس ومنافع القلوب فإنهم يزدادون إيمانا وتحيى قلوبهم وتنتعش أرواحهم وتنشرح صدورهم وكأن الحاج إذا بدل ثيابه فإنما يبدل حاله إلى ما هو أفضل ويغيرها ويضع عنه كل لبس رياء وسوء قصد وسوء نية ويضع بوضع ثيابه عند الإحرام يضع دنياه وشهواته ويضع كل سوء ويطرحه طرحا مقبلا على الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله وتعالى نمنحصهم على الخير لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر من لم يسوق الهدي منهم أن يتحللوا وأن لا يبقوا على إحرامهم فيكونون بذلك متمتعين فاستنكفوا من ذلك وأبوا وأحبوا أن يبقوا على إحرامهم لأن ذلك أكثر في العمل ولأن في ذلك طاعة أكثر وعملا أكثر وتعبا واجتهادا أكثر لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر وأن يبطل اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج فسوق فانظر إلى صحابك ويحرصوا على أن يبقوا في إحرامهم حتى يكون أجرهم أكثر ويكون عملهم أكثر لأن هذا مكان الاجتهاد ومكان التسابق إلى الخيرات فلا يبغي للمؤمن أن يضيع الأوقات بمكة في غير ما وضعت له وأن يجتهد ولموفق من وفقه الله تبارك وتعالى وهذا يشبه إلى حد ما ما يتعلق برمضان فكثير من الناس يسأل الله تعالى أن يدرك رمضان فيدركه لكن إذا جاء رمضان لم يستغل له والعبرة ليست بإدراكه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغي ما أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له وكذلك في الحج يدرك الحج ويحضره لكن إذا لم يغفر له فأيا سيء إن أدرك ها هو قد جاء وتاعب ودفع من حر ماله وتحمل الصعاب وعانى من الحر وقشب الحر بشرة وجهه وأهداه عرق الزحام ثم بعد ذلك يعود بغير مغفرة فكأنه لم يحج ينبغي للمرء أن يحرص على أن لا يرجع من حجه لو قد غفر له فإن هذا البلد وهذه الأرض أرض تعمل في الإنسان إذا أحسن الوفادة عليها والقدوم إليها تعمل فيه مثل ما يعمل الإسلام في حديث عهد بالكفر الإسلام يجب ما قبله والحج أيضا يجب ما قبله قال صلى الله عليه وسلم من حجه ولم يرفض لم يفسق رجعك يوم ولدته أمه فعبادة تجعل الإنسان يطرح كل ذنوبه وكل أوزاره وكل خطاياه وكل أدرانه ينبغي أن يكون المرء حاضرا فيها مجتهدا متضرعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى ملحا في الدعاء ويحرص على العبادة التي لا يمكن أن تكون في أرض أخرى وهي الطواف فيكثر منه ما استطاع ويستمتع من البيت بالطواف به ويكثر أيضا من غيره من العبادات كالدعاء مثلا فإن الدعاء في البيت لا شك أنه يكون أقرب إلى الاستجابة من الدعاء في غيره قد ذكر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أما داع على أبي جهل وقومه بمكة شق عليهم ذلك قال لأنهم كانوا يرون وهم في جاهلية أن الدعاء مستجاب في ذلك البلد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل زائر البيت الله الحرام أن يعمر أوقاته بالطاعة وأن لا ينشغل وأن يصبر نفسه فإنما هي أيام معدودات وأن يحتسب كل تعب وكل نصب وكل خطوة يمشيها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر